ليش التحويل يا مكتبنا؟ تتواني الاحتجاجات بمستشفى الثورة العام في العاصمة صنع لانقطاع رواتب الموظفين ومصادرة المكافأة والحوافز وبدل المناوبات وعدد من المصادر المالية التي كان يحصل عليها الموظف بحكم أن المستشفى هيئة مستقلة ماليا وإدارية احتجاجات هيئة المستشفى ثورة صنع تدخل جهراء السادس وتأتي بسبب ما أسماها موظفون نهبا وعبثا بالمال العام وانعدام النفقات على الطاقم العامل في المستشفى برغب رفع المدير المعين حوثيا لأسعار الخدمات التي كان المستشفى يقدمها إلى الضعف لكنها والدات بدون نفقات فكما تفيد مصادر بأن عمليات القلب ارتفعت من 1500 دولار أمريكي إلى 3000 دولار أمريكي فيما شهدت أقسام الرقود ارتفاعا للرسوم وصل إلى ثلاثة أضعاف مما كان مطلوبا من قبل كما شهدت التذاكر الحكومية المباعة في شبابك العيادات أيضا مضعافة لقيمتها التي كان من المفترض أن تكون مدعومة بشكل كامل من وزارة الصحة ويشهد المستشفى احتجاجات متواصلة من قبل الكادر الطبي والتمريضي والموظفين لمواصلة الإدارة المعينة من الحوثي بنهب المستحقات وإيقاف الرواتب ومصادرة الأموال المقررة من بعض المنظمات الدولية التي تخصص للهيئة ضمن برامج تدعمها المنظمات المعنية بالصحة ويشكو الكادر الطبي بأن الأموال التي تنهبها إدارة المستشفى برئاسة جحاف تذهب إلى حساباته الخاصة حيث كان من الأجدر بهذه الإدارة اقطاع أجزاء من هذه الأموال لصيانة المبنى الذي يغلب عليه أنه آئل للسقوط ترجمة نانسي قنقر